26 جريمة قتل تمت في الشمال خلال السنة والنصف الأخيرة 19 جريمة منها حصلت في البلدات العربية عدم الأمان يسيطر على الشارع العربي وموضوع محاربة ظاهرة العنف يقلق الناس وبالأخص رؤساء السلطات المحلية مهم أن تعرف الشرطة كيف نحن نرى سلم الأولويات الذي نريده لتعاملها وممارستها في الوسط العربي الهدف الأساس في نهاية العمر هو التقليص هذه الظواهر خصوصا العنف القاسي يوميا هناك ضحايا وأصعب هذه الضحايا هي ضحايا حياة الناس نريد أن نصل إلى مجتمع آمن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللواء الشمالي للشرطة اجتمعوا للتحاور في مؤتمر الطاولات المستديرة وذلك بهدف تعميق الحوار بين الشرطة والقيادة العربية من أجل محاربة العنف والجريمة المتفشية في البلدات العربية אנחנו צריכים לחזק את ראשי הראשויות קבענו לעצמנו יעדים במחוז אנחנו רוצים להתמודד עם היעדים האלה כי אנחנו מבינים שזה יעדים שבאים לשרת את הציבור גם בתחום איכות החיים גם בתחום הטיפול בתופעות יש הרבה מאוד יעדים שאנחנו יכולים להתמודד איתם יחד כדי לתת לאזרח במגזר איכות חיים טובה יותר שירותי משטרה שוויוניים ורק בשיתוף פולה כזה אם ראשי הראשויות נוכל להגיע למטעות האלה لقد تم خلال الجلسات مناقشة السبل لتعميق الحوار بين الأطراف من أجل مواجهة مشتركة للجريمة والعنف هذا وقد تم عقد المؤتمر بمبادرة من جمعية مبادرات صندوق إبراهيم ومن خلال مشروع علاقات المجتمع العربي والشرطة مجحنا في أن نخلق حوار مباشر بين ضباط الشرطة المسؤولين عن المحطات التي تخدم المجتمع العربي وبين رؤساء السلطات المحلية العرب الذين أيضا متعون بالأساس في مسؤولية عن مجتمعهم ويطالبون من خلال هذه المنصة يطالبون بتقديم خدمات شرطية صحيحة ومتساوية للمواطن العرب قد يكون هذا المؤتمر بداية لخطوة إيجابية بين الطرفين ولعل استمرار الحوار وزيادة الثقة بين الشرطة والمجتمع العربي هو شرطا أساسيا لمحاربة هذه الظاهرة